توقع مسؤولون أمريكيون أن تعلن مجموعة الدول السبع قريبا عن سقف لأسعار صادرات النفط الروسية شرى المسؤولون الأمريكيون إلى وجود اتجاه داخل مجموعة السبع لتعديل المستوى منذ أو ببضع مرات في السنة وليس شهريا وفي هذا السياق أفاد مسؤولون أوروبيون أن المجموعة تبحث سقف سعر الخام الروسي عند 65 إلى 70 دولار للبرمين هذا ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تطبيق سقف للأسعار المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل في إطار العقوبات التي تفرضها أعلى روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتخدف هذه الخطوة لتقليل عائدات النفط لمنع استخدامها في تمويل العمليات العسكرية الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار كما أنه من المقرر في هذا الإطار أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصدرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من سبراير المقبل كشف معهد البترولي الأمريكي عن أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير وتراجعت مخزونات الخام بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل أكدت مجموعة جاز بروم الروسية أنها ستقلص إمدادات الغاز إلى مولدوفا مشيرة إلى أن أوكرانيا قامت بالعبث بخط أنبيبها الذي يمر عبر أرزها واتهمت المجموعة كييف بأنها راكمت على نحو غير شرعي 52.5 مليون متر مكعب من الغاز في نوفمبر الجاري الغاز الروسي سيبقى ضمن اللاعبين الأبرز بساحة الصراع الروسي الأوكراني خاصة وأن ألسنة نيرانه تطال الدول الأوروبية كافة مجموعة جاز بروم الروسية هددت بتقليص إمدادات الغاز المواجهة إلى مولدوفا متهمة أوكرانيا بالعبث بخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها وقالت المجموعة العملاقة المملوكة لروسيا أن كييف راكمت بنحو غير شرعي 52.5 مليون متر مكعب من الغاز كانت في طريقها لدول أوروبية لاستخدامها لغاياتها الخاصة ومولدوفا دولة مرشحة منذ نهاية يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعاني من تداعيات الأزمة الأوكرانية لا سيما على صعيد الطاقة إذ كانت شركة جاز بروم الروسية خفضت صادراتها من الغاز إلى النصف تزامن التهديد الروسي مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وزيادة الطلب على غاز التدفئة وهو ما أعاد إلى الأذهان لاتهامات الغربية السابقة ضد موسكو باستخدامها الغاز كسلاح ضغط في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا شركة نقل الغاز الأوكرانية جيتسو أكدت أن كل كميات الغاز الآتية من روسيا نقلت بالكامل عند نقاط العبور إلى مولدافيا مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا الغاز كأداة للضغط السياسي كانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل بدء عملياتها العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي ومنذ ذلك الحين خفضت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون وارداتها إلى حد كبير لتبلغ أقل من عشرة بالمئة من إجمالي الغاز المستورد وفقا لبروكسل توقعت منظومة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع النمو العالمي من ثلاثة فاصل واحد بالمئة هذا العام إلى ثلاثة فاصل اثنين العام المقبل وأفاد تقرير المنظمة أن زخم النمو تراجع بينما ظل التضخم ثابتا في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة تشديد السياسات النقدية ومزيد من الدعم الحكومي خطوات طالبت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما في وقت يتراجع فيه النمو العالمي بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود مطالبات تاتي في وقت تتوقع فيه المنظمة الواقعة في باريس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة ثلاثة فاصل واحد بالمئة هذا العام ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي ومن المرجح أن يستمر التراجع العام القادم مع انخفاض نمو العالمي إلى 2.2% قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7% عام 2024 التوقعات الأخيرة للمنظمة أشارت إلى أنه في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فقد تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تلابير الإغلاق المرتبطة بكورونا لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعت أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين ليتراجع إلى 5.5% في عام 2023 و2024 المنظمة الاقتصادية شددت على أن أولويتها تتمثل في مكافحة التضخم في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تروع قدرة الشرائية للسكان حول العالم وأوسط المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة مع تقديم دعم موجه للعائلات وشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية ودعت المنظمة التي تضم 38 عضوا إلى تسريع الاستثمارات نحو تبني وتطوير مصادر وتكنولوجيا الطاقة النظيفة للمساهمة في تنويع الإمدادات قالت كوريا الجنوبية أنها ستبحث نشر شاحنات تابعة للجيش لتنفيذ عمليات نقل عاجلة في إطار استعداداتها لمواجهة إضراب مقرر من سائق الشاحنات وسيكون الإضراب الذي دعت له النقابة سائق الشاحنات على مستوى البلاد في وقت لاحق من اليوم هو الثاني في أقل من ستة أشهر بما يعرقل الإمدادات الصناعية والإمدادات في الوقود في عاشر أكبر اقتصاد في العالم وهددت النقابة الرئيسية التي تقود الإضراب والتي تطالب بتمديد ضمانات الحد الأدنى للأجور بوقف إمدادات النفط للمصافي الكبرى إضافة لوقف النقل من الموانئ الرئيسية والمصانع